اشتركوا في القناة 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 ما رضي له سبع سنوات ولكن لماذا هذا حوالي تسير حوالي تسير كانين لأنه طبعا كان عدم احترام ذي القانون سير من طرف سواء من طرف الراجلين أو من طرف السائقين المتهورين عن طريق السرعة ولكن كان ظروف لتجعل أنه كذلك أنه توقع حوالي تسير من احتلال الملك العمومي لأن الحوالي تقول لهم مهبطين للردويات القاوم الكراسة حتى الترطوار موالي لله موالي للبتاخ والباعة الموسميين كذلك ربما في الطريق كذلك لتريبورتور كذلك إذن كان مجموعة ديال الحوالي لتخلي أن الراجلين ما تيمشيوش يعني على الرصي يضطروا أنهم يمشيوا في الطريق فبالتالي تتكون احتمالات ديال وقوع حوالي تسير أكثر احتمالا فمسألة أخرى هو يعني المراقبة ديال السرعة من طرف الدرك الملكي ما كانت نشوفها فكانت تتكون مراقبة مرة مرة تتكون مراقبة يعني ولو على الأقل في أي تحية كانت تتكون تمام مراقبة لأن ما تتكون السرعة بشكل أكثر في دوار جديد دوار جديد رأي داروا لضوضان وفي أي تحية ما كانت لضوضان تماما فالناس سيهبطها بطاوحدة كما سنقول فبمجرأ الآن ما بقفوش يدير مراقبة ما لها الحوالي تتتوقع فحنا يعني بالنسبة لنا كمجتمع مدني وكفعالية حقوقية طلبنا أكثر مرة مجموعة المرسلات مجموعة اللقاءات على أساس أن الجنة تسير الجوال لأن دير تشوير طرقي وأن دير تماما لضوضان ولكن للأسف لحياتي لمن تنادي فالآن حوالي تسير هي في ارتفاع ضحايا عما في ارتفاع فتتبقى على مدني الاستفاهم متروحة طبعا ولكن هذا ما غديش يحبسنا أننا نستمر كذلك في نضال لأن تنظر كذلك على مستوى شارع الحسن الثاني فشارع الحسن الثاني فوضى عارمة في شارع الحسن الثاني في حياتي لما يحتلل لغير راسي يحتلل إلى طريق حياتي إلى طريق تحتلل حياتي كيف لا يكون تحريح للحوالي على المستوى السرعة مفرطة لأن الشريع كبير السرعة مفرطة أكثر من خلال شهرين كانت تكثر من العشرة الحوادث لماذا؟ لأنه لم تكن مراقبة السرعة هذا فيما يخص حوادث السير هذا بشكل بعجالة النقطة الثانية بالنسبة لبطاقة الإنعاش هذا موضوع قديم لبطاقة الإنعاش هذا مال عام مال عام ولو تتصرفوا فيه الرؤساء دي المجالس بالأهواء بحلرة نجيبهم و تتصرفوه يعني تتصرفوه اعتماد على منطق الزابول الانتخابي تتعاون في الانتخابات تتوقف معايا انتخابات تتكتب عليا ولا تتكتب معايا ولا تتكتب على شيح بخر نعطيك بطاقة الإنعاش بطاقة الإنعاش يعني بطاقة الإنعاش هذا مال عام خصوص الرئيس المجلس و خصوص الناس اللي تؤشروا على هذا لأنهم يكونوا مسؤولين على هذا وتكون مساءلة على البطاقة الإنعاش وحنا طلبناه أكثر مرة من سيد العامل على أساس أنه يدخل على الخط بالنسبة لبطاقة الإنعاش وبالنسبة لكذلك الفلوس العمال العراضيين لأننا نرى خلال كوفيد ناس لم يخدموش كيفاش ناس مخدموش و كان البطاقة الإنعاش تفرقات لما تعطيت كيفاش بطاقة الإنعاش دي العمال العراضيين تعطيت والشجرمات والغرسمات تفرقات ما هي العمال العراضيين؟ أين هما؟ هذا مال عام ليس مال سيب نحن في الجمعية الوطنية لدفاع الحقوق الإنسان المغرب طبعا كما قلت قمنا بعدة مراسلات وبأننا لن نصمت ونسكتو شيء وسترنا واحد بالبرنامج طبعا النضال فاد الصدد هذا لأن الحماية المال العامة هذه مسؤولية كاملين كمواطنين ليس فقط كحقوقيين هذه مسؤولية كاملين كمواطنين وأنتم كصحافة كذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر